إن جباية الكهرباء أثقلت كاهل المواطنين رغم الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خليل المحمدي مواطن فلوجي يتفاجأ بفاتورة تجاوزت مليون دينار وصلت إلى داره الذي لم يسكنه منذ أشهر وهو واحد من مئات المتضررين بسبب ارتفاع أسعار الجباية منهم من تهدمت منازلهم ولم ينجوا من مبالغ كبيرة أيضا دون معرفة الأسباب أنا معلمتش خارج الأنبار طلعت علي مليون طبعا صدمة أكيد صدمة اللي ما عنده اللي يشتغل عماله يومية 15 ألف ألمن يوكل جهاله لو ينطهن له الكهرباء وأكو بيوت مفلش أكو بيوت مفلش أواقعة للقاع طالعين علي مليون يعني هم الله ما يقبلها شوية أرحموا المواطن حتى الله يرحمكم بهالحرق هذا ومع التغير المناخي الذي يشهده البلد وارتفاع درجات الحرارة فإن العراقيين يحملون وزر ساعات معدودة من الكهرباء الوطنية بجباية مرتفعة وأرقام أثقلت كاهلهم في وقت يحلمون فيه بتيار كهربائي يخفف عنهم قيضة الصيف بعيدا عن الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات دارة الكهرباء أو وزارة الكهرباء جاءت تتقاضى من المواطنين يعني جباية بأسعار مرتفعة جدا عالية لكن بالمقابل أنه انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يعني تيجي باليوم ساعة تطفي أربع ساعات مرات يعني النهار كله ماكو كهرباء وطنية فقط معتمدين على المهلدات نتساءل إلى متى أو شوكت رح تنحل مشكلة الكهرباء هذه المشكلة الأزلية اللي يعاني منها الشعب العراقي زي من الكهرباء صار لهم شم سنة هاي فوق العشرين سنة ما يقدروا يساون كهرباء ماكو كهرباء ماكو زفت كهرباء زفت المقرر الساعتين ينطوها ثلاثة أربع ساعة ينطوها ساعة له ساعة وعشر دقائق وقطحها ويقطحها ثلاث ساعات وأربع ساعات وبحسب متخصصين فإن محافظة الأنبار تضم حقولا عملاقة للغازة ستضمن الكهرباء بشكل كاف لجميع مدن المحافظة إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة